السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم اخوتي اخواتي في حصة مط اليوم جيتكم فيديو جديد ولي غادي نشرحو فيها دقاء دقاء وغير بشوية كيفاش نحدو مجموعة التعريف باش كل شي فهم غادي نحاولو نناقشو ايضا بعض الاخطاء اللي تترتاكب وكيفاش نتجاوزوها باذن الله اليك انتي اول مرة غتشوفنا ما تفخرش علينا باشتراك وانضمامك العائلة حصة رحل نتعليق خوتي العزيز واختي العزيزة ونحليكم على الانترو يلا الله عبطال على بركتي الله اdan le domaine de définition d'une fonction نقود la définition Soit f une fonction d'une variable réelle x L'ensemble d Qui est égal à les éléments de x X de r Tel que f de x appartient à r S'appelle le domaine de définition de la fonction En la note d de f De la fonction f bien sûr إذن باشيكون مجموعة تاريف مجموعة تاريف دنسان كسبو df دنسان فتحو لاما دنسان كولاد دنسان بي أنا مجموعة تاريف Puisque c'est un ensemble On liste l'ensemble de ces éléments Entre deux أكولاد تنكتبو x appartient à r ديما وهنا تنكتبو f de x appartient à r يعني وقتاش هاد l'expression f de x Que تكون ريادين صحيحة يعني au sens mathématique qui وقتاش هاد f de x Que تكون عدد حقيقي إحنا عدنا جوج ديال الأمور أساسي نخصنا الرد لهم بال الرد البال مع مسألة الأولى هي أن من يكون عدنا غاسين A ونرد البال أيضا لهم يكون عدنا لهم حد الإكسفرسيون على A إذن فد الحالة هنا la condition اللي كانت ترحو وأن A سيكون positive وإذا كان عدنا مقام يعني الدينوميناتور سيكون A different de zero إذن هادو جوج أساسيين بازيك ديال أي تلميت سيكون يعرف له إذن أول حاجة إذا كان عدنا غاسين كاري في la fonction في الإكسفرسيون de la fonction خاصة هذا التعبير اللي تحت الجذر تحت الجذر كان نقول A يكون موجب وإذا كان عدنا نفترض أن الدينوميناتور هو A إذن خاصة يكون A different zero إذن أخواني الطلابة إذن شنو هي الأمور اللي خاصة نكون متمكنين 발�ermaid هي sut معدلات وantmist Blizzard ومتراجحات من الدرجة الأول ومن الدرجة الثانية إذن هنا خاصة نكون Sofia متمكنين من أننا نكونو كنا عارفون حله Dezen Equation Est Dec Bastation du primer degré يعني هادو Dezen Equation cycle متمكنين منهم حل متراجحات من الدرجة اللون من الدرجة الثانية وأيضاً نكون قادرين أن نحل معادلات يعني AX plus B على 0 سواء من درجة الأولى أو من درجة الثانية إذن بالنسبة لحل إذن ندرج أفكار أساسية بالنسبة لحل المتراجحات هنا كنستعمل ستعمل جدول الإشارة جدول الإشارة إذن جدول الإشارة كفيل أنه يساعدنا على حل سواء المتراجحة من درجة الأولى أو متراجحة من درجة الثانية أخلاص متراجحة من درجة الأولى ما شبت ضرورة نحتاجه جدول الإشارة ولكن إذا كنت متراجحة من درجة الثالثة على شكل جداء حدانيتين واحدة من درجة الأولى و واحدة من درجة الثانية سنستطيع سعى سنحتاج جدول الإشارة ذي AX plus B وبالنسبة للمعادلة من درجة الأولى أيضاً نفس الشيء أو معادلة من درجة الثانية هنا سنستعمل المميز دلتا وهو B-C2-4 A-S بالنسبة للمعادلة من درجة الثانية أما هذه سنستطيع فاصيل يعني أخو X وآن S&PS وبالنسبة للمعادلة من درجة الأولى و متراجحة من درجة الأولى أما معادلة من درجة ثانية أو متراجحة من درجة ثانية فهناك يكون يعني كندوز هنا من الباساج من دلتا ومن بعد كندوز ندرج ذو الإشارة لحسب القيمة ديال دلتا واش دلتا موجاب ولا سالب ولا منعدم إذن نعود إلى التمرين التمرين الأول يقول ديت أغمين اللضمين لديفنيسيون للا فونكسيون أف لن أعطونا بزاف ديال الدول ونحن نركز مع هاد دالة هذه رقم واحد إذن هاد دالة نركز معها باش نجوبو عليها فاد الفيديو هادي إذن على بركة الله إذن نمشي ونتكلموا قبل ما نبدأ ونتكلموا على شنا هما اللي فورم بوسيبل ديال لا فونكسيون إذن لا فونكسيون F ممكن تكون يعني عبارة عن عبارة عن بولينوم يعني إستطا تكون عبارة عن بولينوم فادل الحالة إلا كانت بولينوم يعني عبارة عن حدودية إذن ديت أف كتكون هي أخ يعني مجموعة تعريف هي أخ يعني هي مجموعة العداد الحقيقية اللي كسب دام ناقص لنهاية زائد لنهاية إلا كانت F2X يعني F2X على شكل بولينوم PX على أدب إحنا غنقرو بأن PX و QX صان دي بولينوم PX PX et QDX Jفسي كسب دي بولينوم يمكن تكون أدال على شكل التي احت Collوم وقلنا فاد الحالة لانسانب دو ديفنيسيون تكون x appartient a r تلك la condition هي p2x يكون موجب positive يعني p2x تكون وحد الحدودية موجبة نشوفوا دابال حالة أخرى يمنى كتكون عندي حدودية على حدودية ولكن الجدر كين في البسط أو في المقام يعني كتكون la fonction بهذا الشكل غاسين px على qx إذن فاد الحالة t2f كنكسبو x ينتمي إلى r بحيث ما تحتل جدر موجب يعني px sur qx positive والمقام يخالي في صفر لوا qx يكون ديفيرون دو زيرون أيضا نمشيو الحالة الأخيرة اللي أنا فقط نقتصر على هادو مشيغان كلي ندكور جميع الحالات وإنما أدكور أغلبا وأهم إذن نملك تكون px على على رسين qx هنا فاد الحالة سنغلو دوef دو Have Cx أغلبا الر تالك qx أكبر أطعا من صفر إذن سفير strictement على زيرون هنا أغلبا مزيان إذن دبار نشوفو لفنكشن الأولى لفنكشن الأولى لدينا هي Fx إقال x²-1 على غاسين 2-x x²-1 على غاسين 2-x إذن باش نحضو مجموعات تعريفنا لدومين الدفنيسيون يلاحظون أن هذه دالة عبارة عن أحد الحدودية على جذر حدودية أخرى وقلنا هنا خلال نحن لدينا في نفس الوقت لا يكون لدينا سفر في المقام ويكون لدينا موجب إذن نضيف حدد F أو لدينا فقط ومن الأفضل نعود على هذه ونأخذ هذه التعبير التي تحت الجذر لا يوجد الجذر كامل ونضيفه أكبر قطع من صفر سوف نحل المتراجحة إذن جوج ناقص x أكبر قطع من صفر إكيفالون A x²-2 إكيفالون A x²-2 هنا نضيف حدد ونضيف حدد هنا سوف نعرف كيف نتلق متفاوثة على شكل مجال ونضيف حدد ونضيف حدد كيف نحول متفاوثة على شكل مجال مثلا هنا مثلا المتفاوثة ونضيف حدد ونضيف حدد ونضيف حدد ونضيف حدد وعندنا ويكون لغة حدد إذا l'intervall هنا هو موال l'infini a fermé à droite إذا كان x inferiore strictement a إذا l'intervall هو موال l'infini a ouvert à droite إذا كان عندي x superiore gala a إذا هنا l'intervall هو a fermé à gauche plus l'infini وإذا عندي x superiore strictement a إذا هنا l'intervall هو a plus l'infini ouvert à gauche إذا هنا بمعنان لدينا x inferiore 2 إذا هذا كيشبه لهذه يعني سيكون عندنا pardon هذه كيشبه لهذه إذا سيكون عندنا x appartient à l'intervall موال l'infini a إذا D de f c موال l'infini de ouvert إذا نتمنى يكون لدينا شيء واضح ونتلقى إن شاء الله في فيديو آخر